طيب نكمل يا شباب في الفيديو اللي فات عرفنا ايه هي البيبس واهمية البيبس وقلنا ان البيبس بتعمل حاجتين اساستين الجزء الخاص به الترانسفورميشن والجزء الخاص به الترانسفورميشن طيب لو جينا كده بصنا على الجزء ده لان انا عندي حاسمها بلت ان بايبس ودي من اسمها ان دي بايبس نست هتوفرها لي فلو جينا قررنا الديسكريبشن بيقول لك كده يعني دول تسعة بايبس نست بتوفرهم تمام كده طيب لو بصنا كده طبعا حتى بالاسم ان هم بادئ بيكابتال كده احنا قلنا اصلا بايبس هي عبارة عن ايه عبارة عن كلاسز تمام كده فبس دي انا مش هنف يعني مش هعملها بايدي هو قدام شوية لو بصنا هتلاقي ان في يعني دي بايبس انت هتعملها بيدك لكن دي بايبس جاهزة انت تقدر تستخدمها تمام كده طيب التسعة بايبس دول لو بصنا هم بقولك ان هم جايين مين جايين من نستكوما خلاص احنا بقى هنا متعارفين او دي حاجة بقى بتتكرر معنا طيب ببساطة خالص هتلاقي ان البيبس دي معظمها بانها يكاتب جدائه بارس انت بايب بارس 테 فلوت 第二 هتلاقي ان البيبس دي معظمها ان هي بتقوم بعملية الترانسفورميشن فىهو بقولك ان هنا ان البيبيس دي هي مسال للترنسفورميشن تعمم كده طيب في حالة هنا برضه بوضّح لك ان في حالة ان ده فشل وقتها هيبدأ يسروه تمام كده طيب يعني ببسطة بمعنى لو مسأل انا جاي لي كيمة والكيمة دي فشل في ان هو يحول ها لكيمة فيحصل ايه نست هتبعت هتبعت او هترجع تمام كده طيب هنا بقى الجزء ده بيقول لك ايه ان احنا نعمل بايند للبيبس ازاي ان انا ابدأ استخدم ده لو بصنا من المثال يعني حتى انت طبعا الكلام ده كله شابه انا عايزكو تقروه تمام انا كايكا الكلام لانا بقوله هو ده اللي موجود بس برضو انت لما تقراه المعلومة هتثبت بشكل افضل طيب لو جينا هنا بصنا على المسال ازاي ان انت هتستخدم اصلا البيبس هلا هنا ببسطة خارج بقول لك مسلا ولكن البيبس ده عايز تبدأ تعمل بارسنج ليه الاي دي اللي جاي تتأكد ان هو مسلا نمبر تمام كده فانت هنا بتعمل تستخدم بايب اللي هو بارس انت بايب تمام كده يبقى لو الاي دي ده جاي هيحاوله لنمبر طيب لو مع يعني عملية دي فشلت يبقى هيسرو وخبالك زي ما قلنا فوق او الفيديو اللي فات ان عملية البيبس مزيتها ان هي باليديت الداتا قبل اصلا مبدأ ابدأ انافذ البادي بتاع ده 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 المهم بالنسبة لي ده هيوفر عليها بروفورمانس كتير جدا مش هروح على طبق وبعد كده اكتشف ان الداتا اللي كانت جاهل اصلا من فيها مشاكل تعم كده ودي اصلا اهمية طيب خلينا برضو نروح كده للكوت بتاعنا ونبدأ يعني نحط مثال كده ونشوف الدينة دي شغالة معنا ازاي نجرب كده لو جينا هنا مسلا خلينا نمسك المسال اللي هو او تمام كده كان هنا بيجي للاي دي وكنا متأكد او الاي دي اصلا الجاي لي هو حاليا خلينا بس ايه يعني نتأكد كده نعمل اللي هيجي لي ده لانتجر تمام كده طيب خلينا الاول يعني نطبع هنا نقول ايه لوج تمام كده ليه الطيب اوف عشان نعرف الاي دي اللي جاي لده لطيب اوف اي دي تمام كده خلينا قبل ما نضيف خلينا نشوف كده اصلا هو كان هيطبع ايه تمام كده خلينا بس انا هزبط حاجة يا شعب يعني دي ما هلاش علقة بيكو تمام كده هزبط انا حاجة خاصة بيه هنا عشان بس الاسلين تشتغل فما تركزش معاها يعني ممكن انا اصلا ما اباين هنا الكوش في فيديو افسلا هو بانت عادي ما مشكلة بس محتاج في الاسلين بتاعي يشتغل تمام كده طيب نكمل يبقى انا كده محتاج بس كل اللي انا محتاجه ان انا اطبع هنا عشان اشوف دولاتي حاليا هو مفوض بيجيلي من البرام تمام كده فخلينا نجرب كده تأكد بس البرنامج بتاعنا شغال هو حاليا مش شغال فخلينا نشغله تمام وخلينا ننزل الشاشة دي كده تحت عشان انتو بقى الدنيا واطحالكو برضو تمام فخلينا كده نروح ونروح هنا على تمام كده احنا كنا بنسند القيمة دي ونعمل تعال بقى كده نرجع للكوب بتاعنا هتلاقي الطيب ايه الطيب استرنج تمام كده طيب حتى لو بعثنا مسلا وعلي يكون رقم برضو في الاول اخر هو هنا طالما جايلي من البرام برضو هيجيلي طيب استرنج اعمل تاني تيجي نبوس هتلاقي برضو بعث لي استرنج طيب خلينا بقى نستخدم كده الجزء الخاص بالبرس ونشوفه فعلا هيعمل لي للقيمة اللي جالي دي فامتا بيستخدمه فين في الحتة دي كده بزبط انت لو رجعت اهو للدوكمنتيشن لو تفتكر هتلاقي في الدوكمنتيشن اهو وابدت كده اعمل لبيب بتاعك تمام كده خبالك البيب ده انت ممكن تعمله في البيب ممكن تعمله في ممكن تعمله في ممكن تعمله على مستوى يعني مفيش اي مشكلة تعمل كده بنفس الطريقة غالبا انت وانت بتشاء اللي بيعمل للداتا انت هيبقى عندك هنا بياخد لستة من يعني مش بايب واحد ممكن تطبق اكتر من بايب طيب اللي احنا عايزين نعمله ايه اللي هو بارس بارس هيبدأ حتى هنا عامل لي بارس انت انا عايز هتعمل لبارس انت بايب تعمل كده قال لك اهو جاي من جاي من نست كومن تعمل كده طيب خلينا بقى تاني نتأكد ان كل حاجة شغال اهو كل حاجة شغالها تمام خاني تاني نفس الرقم ده هتلاقي رجع لك هنا بقية الطيب ايه نمبر لان انا عمل عملية خبالك احنا قلنا اصلا البيب هو برا عن ايه البيب هو هو فلو دوسنا عليه خلان ندوس كنا نشوف الديفنيشن بتاعه هتلاقوا هو برا عن اسمه ايه اسمه بارس انت بايب بيمبل منت البيب ترانسفورميشن تمام كده وقدام شوية هعلمكم برضو ازاي ان انت اصلا تعمل خاص بك انت تمام كده بس انا ببقى يعني بقى اكدلك ان هو هنا كلاس طب ليه احنا عملناش هنا 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 حطينا اسم الكلاس على طول لان نست هي بتعرف لوحدها ان هي تعمل هي اللي هتعمل من الكلاس ده يعني نست هي اللي هتعمل كام ده وفي نفس الات هي اللي هتزبط موضوع تعمل كده بس برضو انت في حالة تانية انت ممكن تعمل هنا يعني ممكن عادي تستخدم بس امتى هعمل استخدم هقول لك امتى خلينا الاول لو احنا هنبعد قيمة القيمة دي هيفشل ان هو يحولها يعني مسلا انا بعدت هنا واحد فالواحد ده اه بس ينفع يتحول لنمبر تعمل كده فبناء عليه ده اشتغل بشكل سليم طب خلينا نبعد مسلا وغالي يكون قيمة يعني مش يعني القيمة ما مفعش تتحول لنمبر زي مسلا كده ده كده بس مش هينفع يتحول لنمبر خلينا نعمل سين ده كده ده كده البيب اشتغل ليه بقى البيب عندك حاول ان هو يحول القيمة دي القيمة دي دي لنمبر بس ما عارفش فرجع لك ايه اكسيفشن زي ما انا بقول كنت بقول لك ان في حالة ان البيب لو فشل هيرجع اكسيفشن والاكسيفشن ده راجع لي من مين راجع ليه من النست اللي ستسكوت بتاعته ربعمية المسج بتاعته بكزا والطس تعال كده ده طيب انا كنت نستا بقول لك من خوية انت ممكن حاليا انت بتبعت اسم الكلاس على طول بس ممكن انت تعمل انت لتعمل يعني انت حاليا الاسم هي لتعمل من ده ده بس انت ممكن تعمل tour اينستانس ممكن انا محتاج اعمل لو انا محتاج اغير tl يعني مثلا محتاج اغير من ربعمية لمسلا لخمسمية لربعمية من وواحد مسلا بس حاليا انت غالبا مش هتعمل كده فمسلا نقول نيو وساعتها بارس بايب تمام كده? وحتى هنا هتلاقي بياخد حاجة سمعهو ظهر لك فطالما يبقى هتفتح ولو انا مش عارف هتلاقي بيقول لك ايه? ان ايه اللي هو بياخدها? خلينا مسلا نقول ايه? هتلاقيه ارر ده مسلا بايه اللي حاليا هو بيقابات جيتوية الهو ربعمية بس مسلا انا ممكن اغيره هيبقى مسلا وليكن دوت مسلا خلينا بدريكوست خلينا مسلا خلينا نخليها مسلا يعني او خليها اللي هي تقريبا ربعمية وتلاتة او ربعمية واثنين تمام كده? خلينا كده نشوف الكود هيتغير ولا اقا نعمل سنت تاني بقت كام ربعمية وتلاتة الكود اتغير تمام كده? واعتقد برضو في يعني اعتقد في الابشن برضو في ان انت تغير الاكسيبشن فاكتوري تقريبا دي الماسج يعني دي الماسج حاليا مسلا خلينا نقول error in مسلا ترانسوفورميشن فاعمية ترانسوفورميشن تمام كده? هنا ايه بقى هو بياخد مسلا حتى انت نعف عليه كده عشان نعف هو بياخد ايه? اه بياخد طيب ما فيش مشكلة يعني انت مهم هنا ان انت ممكن يعني تبحس عندي وتعرفها بتاخد ايه? يعني غالبا هو تاني بياخد فيها الارور وامتى ابدأ ان انت تشوف هترجع شكل ارور بشكل عامل ازاي يعني ده غالبا اللي هو ايه اللي هو بياخده تمام كده? اه كده بالزبط هو بياخد يعني بالشكل ده وانت بقى ممكن يقوليكم الارور دوت هنا خلنا نشوف هي ايه اصلا لما حاجات اللي موجودة جواه يعني هتلاقي حاجات موجودة جواه كتير مهم اللي انا قصوده يعني ان انت لما هتعمل امتى بقى اعمل منه لو انا محتاج على الارور نفسه اللي هيرجع هنا تمام كده? بس غالبا يعني انت مش محتاج تعمل الكلام ده كله انت كل الحكاية بتبعت بس بتاعتك او بتاعك من غير ولا حاجة تمام كده? بس انا بقى امتى انت هتستخدم الكلام دانيو؟ عارفت انا الكلام ده فين وانت بطيقره هتلاقي الكلام ده موجود يعني وانت بطيقره في الجوز ده هتلاقي هو بيكلمك في الجوز دا ان ان انت لو انت عايز تعمل منه وبقى وقتها لو انت عايز تضيف او تغير فالابتشانس تاعته تمام كده شباب? طيب احنا هنا الاي دي اللي جاي انا عندي هنا لو انت اخدت بالك ان احنا الاي دي اتبعنا هو بيبقى لو تفتكروا لما احنا كنا لو رجعنا كده في الامورتز كنا بنعمل امورت لل يو يو اي دي فاحنا هنا محتاجين نتأكد هنا الى اللي جاي هنا اللي هيبقى جاي هنا يبقى من نوع مش بارس انت بقى من نوع يو يو اي دي لو بص هنا كده هتلاقي ان انا كان عندي حاجة اسمها بارس يو اي دي هناخدها وهنحطها هنا وطبعا هو على طول هيقول لك ايه عايز تعمل لها امورت من هيجيبها لك من انست كومنت تمام كده هنشيل دي خلاص لان انا مش محتاج هنا البرس انت تمام كده يبقى انا هنا بيتأكد ان هي يو اي دي طيب خلان نرجع نتأكد ان الكلام ده شغال دلوقتي لو انا رحت لبست مهان هل ده يو اي دي لأ ده مش شكل يو اي دي فمفروض ان هو يرجع لي هنا اشو تمام كده يرجع لي هنا اكسبشن تمام كده طيب لو بص هنا رجع لي برضو اكسبشن طيب خلينا نحن نعمل لسن وخلينا ناخد يو اي دي بشكل سليم ونبدأ نبعثه هنا في الجزء الخاص بالجيت يوزر ونعمل هتلاقيه يشتغل بشكل سليم لان هو كده عمل ان اللي جاي هو فعلا من نوع لو فشل رجع لك ايه هيرجع لك زي ما حصل تمام كده شباب طيب ده كده بنتكلم في الجزء الخاص بال بالنفس الطريقة بقى شباب تشوف احنا هنا جربنا على مستوى يعني جربنا دي وجربنا كل دول بيشتغلوا بنفس الطريقة تمام كده كل دي بتشتغل بنفس الطريقة مع العلم ان انت مسلا هنا لما عملناها عمناها على مستوى ايه على مستوى البرامو تمام كده طب لو كل حكاية ان بدل كلمة برامو هتبقى لو على مستوى نفس الفكرة بس شوية يعني احنا هنستخدم حاجة من احنا بنستخدم مع دي تي او بنستخدم اه بنستخدم مع دي تي او فاحنا في حاجة تانية هنستخدمها تمام كده يعني هنجرب قدام شوية هوريكو حاجة تانية تمام كده. بس خبالك اعني في الاخر برضو هو بايب. يعني مش اوصل من حاجة تانية هنستخدم حاجة غير البايبس. لأ هي في الاخر بايبس. تمام كده. طيب خلالي ناريبكى بقى هنا الجزء ده من انا عندي اي حاجة فيها اي دي. المفروض ان انا هتأكد بقى ان هو من نوع يو يو اي دي. فانا اجي هنا مستخدم اي دي فين هنا كمم? مستخدمه هنا فاضيفه هنا. مستخدمه كمم فين؟ فيه leave فاضيفوه مش هنا 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 في البرام هنا في الجزء الخاص بالبارام تمام كده طيب كده شباب احنا شفنا ازاي ان احنا بعمل للبرامه زي ما قلنا اللي بتطبقه عن هو اللي هيتطبقه على وهو اللي هيتطبق على على بس هنا بقى لو تفتكروا احنا في البي كنا مستخدمين حاجة اسمها ففي طريقة هنبدأ بردو باستخدام بستخدام بس بردو باستخدام حاجات تانية آية هنبدأ ان احنا نشوف ان احنا ازاي نعمل للجزء ده. طيام كده? خلينا نشوف الكلام ده الفيديو الجاي. لو وصلت لحد الجزء ده من الفيديو ومهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه. ادخل الاكاديمية وشوف الكورسات المتاحة. واشترك في الكورس اللي نسبك او الخطة اللي تناسبك. دعمك مهم لنا عشان نستمر في تقديم وتطوير محتوى قوي باللغة العربية.